شرارة غضب لا ساحبة صيف تلك التي تحرق الأجواء والساحات وتحرق زمن البلاد لا دخان بدون نار ونار الإرهاب والجرائم باتت كحال وواقع لا يتغير وفي بلاد يصعب التعامل مع الملفات الأمنية الشائكة فيها يحتاج العراقيون لخبرة عملياتية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة تدخل اليوم بيوت الظلام من المجرمين والإرهابيين والخاطفين تثبت في كل مرة أن العراق فيه بذرة تغييرا نحو خطوط الأمان لكنها الأيام العصيبة التي يواجهها جهاز مكافحة الإرهاب نصرة لإنفاذ القانون ينتصر الشارع العراقي لأفراد جهاز مكافحة الإرهاب ولجهودهم بوسم فاعل متصدر في الساحة الافتراضية لكن لسان حال النشطة من كل بيت وفي كل المحافظات يبعث برسالة تعزيز للجهود المبذولة في القضاء على كل مشاهد التوتر والخروج عن القانون وهي رسالة صوت واحد لجهاز يحمل ثابتا واحدا ألا وهو أمن العراق وفي أي وجهة وجهت بصرك فإنك ترى أسراب الكتيوشة ملاحقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلف الخاطفين ترقب عين الجهاز التحركات ليلة نهارة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيال مجددا بات الجهاز يواجه أعة القضايا والمتصدرات منها كالخطف على يد خارجين عن القانون وهنا تبرز المواجهة الأشد بين آلة حماية القانون وخلايا الفوضى وفي هذه الأثناء ينفذ الجهاز مهمته في البحث عن الناشط المدني سجاد العراقي في ذيقار كدليل حي على الهدف الأول المنشود أما الحكومة فهي التي تضع اليد على زناد سلاح مكافحة آلة الموت مهما كان الثمن غاليا بعد أن تفخ الكيل بمن يشرعون لغة العنف رغما عن سلطة الدولة فهم الذين يضعون جهاز مكافحة الإرهاب وكل أجهزة الدولة أمام مواجهة الخطر المستمرة الخطر الذي يبكي العراق في مستنقع غياب الأمن والأمانة الخطرخ 50 مستنمات الخطر ليدووووووو شكرا